اشتركوا في القناة او المتبينات الخطية طيب لو عايز اعملها يعني احطها على خط الاعداد باجي على خط الاعداد كده فأي مكان وحط تلاتة هنا كده وبعدين قمشي جهة اليمين ليه جهة اليمين لان الانيكواليتي مكتوبة يعني اكبر من تلاتة وخلي بالك احنا بنقرأ بالانجليزي من الشمال اليمين ونيجي نظلل الجزء ده كده معناه انك بتقول ان اكس اكبر من تلاتة نخلي بالنا بقى من الحتة اللي جاية عشان مهمة جد لو انا جيت هنا وروح تحطت او يساوي الخط ده يعني ايه يعني جريتر دان او ايكوال يعني اكبر من او يساوي في الحالة دي هتروح يسيادتك نظلل الدايرة دي كده لما يقول اكس جريتر دان بس يبقى الدايرة هتكون مفتوحة زي دي كده اكس جريتر دان ثري يبقى الدايرة بتاعتنا هتكون مفتوحة وهمشي جهة اليمين فقط كده لكن لو عمل جريتر دان او اكبر من او يساوي همشي جهة اليمين برضو بس الدالة هتكون مغلقة طيب لو كان يا مستر مفتوحة جهة الشمال يعني مثلا اكس ليس دان فايف ده معنى الخمسة هي الا اكبر من الاكس وبالتالي لما تيجي تعملها ريبريزنت عن نومبر لاين هتحط في اي حتة خمسة بس هتمشي جهة الشمال وبعدين هنا مفيش او يساوي فالدايرة مفتوحة لكن لو كانت المسألة كده خمسة اكبر من او بيساوي اكس ده معناه ان انت هتمشي جهة الشمال برضو وهنا هيكون خمسة بس سيادتك هتيجي تظللي الدايرة بتاعت الخمسة هي الانتروفل يعني الفترة الكلمة اللي عندنا تحت دي الفترة بتتكتب ازاي انا دلوقتي عرفت ان هو لو جابها لي انيكواليتي هرسمها ازاي طب ازاي هكتبها فترة دلوقتي بنقول اكس جريتر ذان او ايكوال ثري ده معنا ان القوس بتاع التلاتة هيكون مغلق وهتمشي لكل الاعداد اللي اكبر من تلاتة الى مالة نهاية هتعملي انليمتد او مالة نهاية بس مفتوح يبقى احنا كده بنقول الانتروفل اللي انا بشرح عليها دي الربريزنت بتاعها او التمثيل بتاعها على صورة فترة هيكون من تلاتة مغلق الى مالة نهاية مفتوح لكن اللي جنبها دي هتكون من تلاتة مفتوح الى موجب مالة نهاية برضو لان احنا بنقول اكس جريتر ذان ثلو يعني كل الفرق البسيط بين دي و دي ان هنا القوس مغلق هنا القوس مفتوح خمسة اكبر من اكس لما تيجي تعمليها از انتروفل هتبدأ بقى بالسالب مالة نهاية ليه مستر سالب مالة نهاية لان انا ماشي جهة الشمال عن number line اهو يعني نقول من سالب مالة نهاية وخمسة والتنين مفتوحين الخمسة برضو مفتوح ليه مستر مفتوح عشان ما فيش او يساوي لكن المسألة دي لما حب اعملها او اكتبها انتروفل هقول عندي من سالب مالة نهاية الى خمسة بس الخمسة هتكون ايه هتكون مغلق انا مثلا عندي بيقول لي فيها اكس زائد تلاتة اكبر من او بتساوي خمسة بيجي في الامتحان يقول لك solve يعني حلي او يجي يكتب لك the value of x the value of x يبقى سالب تلاتة هنا وسالب تلاتة هنا دول هيوحشونا بقى خلاص مع السلامة اصبح عندنا هنا اكس اكبر من او بتساوي خمسة نقص تلاتة اتنين وانت كده حليتي الانيكواليتي بتاعتك يعني هي مجرد خطوة واحدة بس الموجب خليته سالب ولما تيجي تحطي لازم تحطي في الطرفين ما ينفعش تقول لي يا مستر انا هحط هنا بس لا الانيكواليتي زي الاكويجن بالزبط لو زودت في طرف لازم ازودت في الطرف التاني نقصت في طرف لازم اناقص في الطرف التاني لو احنا بمستر قلنا ضرب لو قلنا مثلا 3x less than or equal 27 3x اقل من او بيساوي 27 ازاي هنا هنحل الموضوع بسيط جدا احنا اتفقنا دلوقتي حالا انه الضرب بيتحول قسم وانا محتاج ال اكس تكله وحدها فايه اللي مع ال اكس هنا ضرب 3 فاخلص منها ازاي اقسم على 3 هنا واقسم على 3 هنا زي ما قلنا اللي تعمليه في الطرف الايصر لازم تعملي زيه في الطرف الايصر فدول مع السلامة هيو حشون يبقى x less than or equal 27 divided by 3 يعني 27 تقسيم 3 فيها الكام فيها التسعة في حاجة اسمها two step inequality يعني ايه two step inequality يعني inequality بتخلص في خطوتين زي ايه يا مستر زي لما نقول مثلا 3x minus 7 greater than or equal 8 ازاي يحل المسألة دي يا مستر ده فيها ضرب وفيها طرح نفس الكلام اللي احنا عملنا في المسألتين اللي فوق هنخلص الاول من الطرح او الجامل اللي هو ناقص 7 يبقى انا هحط هنا موجة ب7 وهنا كمان موجة ب7 دول مع السلامة خلاص لان سالة بموجة بيدينا صفر بيتبقى عندك هنا 3x greater than or equal 8 plus 7 يعني 15 بعد كده هنقسم بقى ده ضرب يا مستر واحنا قلنا الدرب يتحول لإسمه يبقى هقسم هنا على 3 وهنا على 3 يبقى اصبحت عندك x greater than or equal 5 وخلصة المسألة حط هنا ايه اول خطوة انا عندي هنا بلاس 7 يا مستر يبقى انا لازم حط النيجاتف بتاعها يعني حط هنا minus 7 وهنا كمان minus احنا بنحط عكس الاشارة اللي مع ال x بدون خلاص مع السلامة هم الاثنين اصبع عندك هنا 3x less than or equal 1 minus 7 يعني negative 6 بعد كده نعمل divided by 3 هنا وهنا divided by 3 لان احنا قلنا times او الضرب بيتحول لديفيجن لقسم هتبقى عندي ال x less than or equal negative 6 divided by 3 يعني negative 2 مش بس كده هو طالب حتة كمان صغيرة هنا بيقولك write your answer in interval notation يعني ايه الكلام ده يعني اكتبيها لي في صورة فترة الفترة اللي احنا لسه كنا بنقول عليها الاقواس انه نص مفتوحة ونص مولقة والكلام ده فانا لما حب اكتب دي فترة الراجل دلوقتي يوصل معايا ال negative 2 greater than or equal x يعني ال minus 2 دي اكبر من x يبقى انا محتاج كل القيم اللي اصغر من ال x يعني اللي اصغر من سالب 2 همشي من سالب ما لا نهاية مفتوح الى سالب 2 طب هنا هفتح ولا هقفل اكيد هقفل ليه يا مستر هتقفل لان في عندي او يساوي اكبر من او يساوي يبقى لازم الفترة تكون مقفول الخط ده هو اللي بيقفلك القوس زي ما اتفقنا انا وانتي سالب 2x وهنا كمان سالب 2x عشان احنا اتفقنا انا وانتي اللي هنعمله في الناحية اليمين لازم نعمل زيه في الناحية الشمال مين اللي هيوحشونا دول خلاص مع السلامة هيبقى عندك هنا 4x نقص 2x يعني 2x ودي زائت 7 زي ما هي اكبر من سالب 3 زي ما هي لان موجة ب2x راحت مع السالب 2x بعد كده يا مستر هتحلي بقى الستيبس اللي احنا لسه مخلصينها وانتي دلوقتي حالا يعني يا مستر اكمل ازاي يعني هتحط هنا سالب 7 وهنا سالب 7 وبعد انت كملك لما نروح بقى للناحية التانية هنا في حتة صغيرة خلي بلك منها عندك هنا السالب 2x وهنا موجة بx فتطبيقا للكلام اللي انا لسه قيله ان الصغير يروح للكبير المفروض الصغير هنا سالب 2x لانه اشارته negative وده positive فده لما يروح النقاح التانية هيبقى هنا موجة ب2x وهنا موجة ب2x دول هيوحشونا مع السلامة يبقى عندي هنا 3 اقل من او بيساوي x بلاس 2x يعني 3x minus 6 وبعد كده هتكملي عادي خالص بقى اضيفي موجة ب6 هنا وموجة ب6 هنا وتكملي زي ما انا وانتي اشتغلنا عادي خالص مفيش اي مشكلة هو دلوقتي يا مستر مديني 2x 2 inequality بيقول لي 3x plus 2 greater than negative 1 و 2x minus 7 less than or equal 1 احل ازاي انتي عارفة كويس هنبدأ ازاي هنحط هنا negative 2 وهنا negative 2 دول مع السلامة خلاص يبقى عندي 3x greater than negative 3 وبعدين divide it by 3 هنا و divide it by 3 هنا يا مستر دول مع السلامة يبقى x greater than negative 1 لما اجعمل لها represent عن number line هروح كده عند اي مكان وحط negative 1 ويمشي جهة اليمين ادي number 1 انتي خلي بالك عملتي اي كده يا اروح حلتي نص السؤال فاهماني النص التاني على ايدك الشمال اهو هتضيفي بقى موجة ب7 هنا وموجة ب7 هنا الدول هيوحشوكي خلاص يبقى عندك بقى 2x greater than or equal 1 plus 7 يعني 8 بعد كده هعمل divided 2 هنا و divided 2 هنا يبقى x less than or equal 4 يبقى لما اجعمل لها represent عن number line هتبقى ماشي ازاي احط الفور هنا وامشي جهة الايه اليسار بس يخلي بالك ايه لا هيحصل انا هزلل الدايرة بتاعة الفور ليه هزللها لان فيه هنا اولي سابق طب انا دلوقت يا مستر حلية النص الاول وحلية النص التاني ازاي يجيب اليونيون انتريفل او الاتحاد بتاعه او الحل المشترك هتبدأي من اول نقط اول نقطة اللي هي اصغر نقطة عندك في الانتريفل اللي هي negative 1 هي مفتوحة ولا مقفول لا هي مفتوحة يا مستر عشاد دايرة مفتوحة وتمشي لحد اخر point عندك اخر point كان مجب اربعة لان الاربعة هنا ماشي شمال رايحة للسالب والسالب واحد هنا ماشي يمين رايح للمجب يبقى هتمشي لحد الاربعة والاربعة دي خلي بالك هتبقى مغلق دلوقتي بيقولك negative 2 less than or equal to x minus 5 over 3 less than 3 ازاي حلقة اول خطوة ودي دايما تحطيها في دماغك 100% اخلاصي من ال denominator ايه هو ال denominator النمبر اللي تحت ده اللي هو ال 3 ده في المقام صح ولا لأ فلما اجي اخلص من اللي في المقام اضرب ال inequality كلها في نفس النمبر ده يعني هنا 3 يبقى هروح ضارب ال inequality كلها time is 3 يلا نعمل time is 0 لو ضربت 3 times negative 2 هيبقى negative 6 less than or equal لما اعمل 3 times اللي في النص ده التلاتة دي هتروح معادي يتبقى عندي 2x نقص 5 less than لما اعمل ده time is 3 3 في 3 بتسعة هنا plus 5 وهنا plus 5 وهنا كمان plus 5 ليه يا مستر اللي انت بتعمل ده عشان احنا اتفقنا ان انا بخلص الاول من positive وال negative الزاد والنقص ولما هاجي اخلص منه لازم احط في كل الاطراف طب وبعدين يا مستر هنبدأ بقى نختصر عادي جدا دول مع السلام يصبع عندك هنا 2x الوحدة less than 9 plus 5 يعني 14 هنا less than or equal negative 6 plus 5 يعني negative 1 اخر خطوة بقى هعمل divided by 2 هنا و divided by 2 هنا و divided by 2 هنا دول خلاص يا مستر مع السلامة يبقى اصبع عندي x الوحدة less than 14 divided by 2 يعني 7 وهنا greater than or equal negative half سي بي زي ما هو لانا مش هتعرف تبسطي فيه حاجة اكتر ممكن طب وبعدين يا مستر لو عايزة تعمل لها represent عن number line هتعمل لها ازاي ادي number line النمبر الصغير هنا هو negative half يتحط على الشمال والكبير هنا هو 7 على اليمين بس فيه حاجة ناخد بالنا منها ان negative half هتكون shaded part او مزللة وهنا مش هيكون فيه تظليل واوصل اللي بينهم هروح اعمل interval بتاعتهم بقى اللي هي من negative half مقفولة لحد point 7 بس point 7 مفتوحة